القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 الذي إيد قرار محكمة الأوروبية الابتدائية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحار الأوروبي هو قرار في الواقع يجسد أزمة محكمة العدل الأوروبية في حد ذاتها وهذا القرار موسوم بالانحراف وموسوم بعدة أخطاء سواء تعلق الأمر بالشق القانوني أو الشق السياسي فعلى المستوى القانوني المحكمة الأوروبية خرقت قواعد الاختصاص كما أنها خرقت القواعد الجوهرية المرتبطة بصفة التداعي فمن حيث الاختصاص نرى أن هذه المحكمة غير مختصة للبت في هذه القضية مطلقا لماذا؟ لأن ميليشيات البوليزاريو هو مجرد تنظيم مسلح إرهابي لا وجود قانون له وبالتالي لا صفة له لتقديم هذه الدعوة هذا جانب الجانب الثاني المحكمة الأوروبية تختص في النزاعات والقضايا المتعلقة بالأعضاء الاتحاد الأوروبي اللي هما الدول اللي هما الأفراد المنتمنة لهذه الدول اللي هما الشركات اللي هما الأشخاص المعنوية الاعتبارية التي تنتمي لنفس الدول المكونة الاتحاد الأوروبي وميليشيات البوليزاريو لا تنتمي إلى هذا التنظيم أو الاتحاد الأوروبي وغير معترف بي من طرف الاتحاد الأوروبي ولا من طرف الدول الأوروبية وبالتالي فإن قبول دعواه يشكل خرقا مستريا وقانونيا جوهريا خطيرا وكان لابد للمحكمة أن تقضي بعدم قبول هذه الدعوة ثانيا المحكمة لم تستحضر كون الصفة التي يجب أن تعتبرها في الحكم هي الصفة القانونية وليس الصفة السياسية المستمدة من النزاع المفتعل بالصحراء المغربية ترجمة نانسي قنقر